جايين نسنا مرة واحدة اصنقل كان فينا السندان كنت جايسنا كنا وقعين بس هما ناس بقى مش هايلين انتم من بدري واقفين في المكان؟ او ده من قبلها بحاول ساعة انتم عادت كنتوا واقفين في البلاقونة دي كنتم حسيتوش باية الحاجة؟ احنا كن ستا اللي واقعنا بس كان في واحدة ورانا ولا حقيت نفسها رجعنا؟ بجي حقيت نفسها انجا رجعا الوقت كانت وغيبة من البب كانت وغيبة من البب كتابة مثلنا وكتابة بجي حاجة تانية احنا كتابة قاعدة تعالى قاعدة تنينة اصنقل اصنقل في سنة جايين اصنقل السنة عدس الديور شفت منزل خارج ونحن نحن باقب فيها ونحن نحن نعمل ونحن نعمل نعمل ونشرح بسيء حدس هاتف هاتف ايه بسيء 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 ايه مش هتصوم ما بتصور بسيء 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 ايه بسيء بسيء ايه بسيء 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 يعني اتنين اشقاء كانوا موجودين في ناكس الوقت بسيء 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 بالطور بسيء بسيء فرقة بسيء بسيء اتنين كانوا متعودين في نفس المكان يعني هم متعودين بيجميع كله بيجميع كل الأفراح في نفس البلكونة برضه وبيعفوا عاد يعني فيهاش مشكلة عمي بس هو بقى القدر طبعا حالتهم الصفية دول بالنسبة لدول حالتهم كويسة إن شاء الله قد الكدمات بس كدمات خفيفة كدمات بس كدمات خفيفة بالنسبة لكم كانوا برض موجودين في المستشفى المنشاوي كانوا برضو موقعين طوله ساعة 4 الفاقر يا طوله ساعة 4 الفاقر هل هتبع حالاتهم الصحية ازاي او ايه اللي هيتمي انت حاضر بعتيهم انت هيتبع حالاتهم الصحية او البولة طبعا هبعتلهم طبعا الاطباء من هنا من غرف الصنطة ولو يحتاج العمر انهم يحتاجوا اي استكمال عذاك او ايش في مستشفى الطنطة او اي مكان ان شاء الله هنهتم لهم الرعاية الطبية والرعاية الصحية اللهم هنحتاج اللعب في اي مكان بزيلا او حالتين متابع لهم وحنبعت لهم اطباع من المستشفى السنطة المركزي على اساس انهم يتابعوا حالتهم شكرا وخضرتك تواصلت عرفت الحالتين التانين اقبرهم ايه انا تواصلت مع رئيس المدير المستشفى الهشراوي والتمنى قال بس هم طبعا طلعهم الاربعة دول حياتهم جيدة وكويسة وكويسة وفي حالة واحدة عندها نظيف داخلي ومحتاجة فيها بعد الكدمات يعني محتاجة فترة اهلاك وفي واحدة طلعت على اساس ان هي هتتجي بالمستشفى السعوة الإجراءات القانونية هي ناحية العقار الإجراءات القانونية هي حضرتك اللي هو حسب ان احنا احنا بتاخدها هتنزل لجمة المشاهد العيلة للسقود بحيث انها تدعم المنزل اللي هو حصلت فيه الحادثة وهيطلع له قرار ترميم بحيث ان هو يعمل تدعيم لعامدة للأماكن اللي هي والطمن على تعمله تقرير سلامة الشعية للمجنة نفسه لو محتاج اي تدعيم محتاج اي ترميم هتطلع قرار فوري به بحيث ان يتم عمل فيه بعد الحادثة دي فيه الجنة هتتم من المنشآت الآلة للسقود في القرية مثلاً لمتابع المنشآت المجورة او ماء منشآت القرية هو هيتم تكلف اللجنة هي بالفعل بتنزل وبتمر وبتشوف بس بنا على بعض طلبات المواطنين اللي اتبعتنا ان هي محتاجة وفيه لجنة عندنا هتشكل هي لجنة الخطر التهم اللي هي هتمر على المنازل اللي بتمثل اي خطورة لانها تبكر التقريمات مع الوزير كان امر بان احنا نشكل لجنة للخطر الدهم بحيث ان هتمر فيه كل الاماكن في المدينة وفي الكرة لو فيه اي مبنى بيمثل خطورة على المواطنين يتم التعامل معه فوراً واذا انت فوراً شكرا الله شكرا الله جايين نسنا مرة واحدة اصلا تكون كنت في ناس ان Come to Dent هما ناس بقى مشاهدين انتم بدري وقفين في المكان؟ اه ده من قبلها بحاولي ساعة كنت عدد كنتوا وقفين في البلاقونة دي كنتم محستش باية الحاجة؟ احنا كنتم قسيتا اللي وقعنا بس كان في واحدة ورانا اللي حقيت نفسها رجعنا بجي حقيت نفسها انجار جعنا وقف كانت قريبة من الباب كانت قريبة من الباب كانت المؤشرات ان البلاقونة تقفت اه فنافت لا مرحبت بلاقونة دي لعلا مكانش المشاهدة 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 بيت جميع الأخرى المشاهدة في اليوم المهارة السنطة المتناه في حيث سند يورج وفروج اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة